كل ما بشوف سيد الرئيس في اجتماع مع مسؤول ما يتم تناوله وما يتم تداوله وما يتم شرحه وما يتم عرضه وما يتم اتخاذه من قرارات بالتأكيد بالتأكيد شيء بيصب في مصلحة هذه الدولة ومصلحة الدولة هي مصلحة المواطن لابد نعرف كده كل يوم بتابع اقول النهاردة للنشاط الرئاسي اتابعه وبعرف البصلة لا احنا عندنا ملفات مفتوحة ملفات مفتوحة لو عدت اشرح الملفات من دلوقتي لغاية انما اطلع من الحلقة الملفات اللي دلوقتي امام سيد الرئيس ملفات بيهتمي بها السيد الرئيس ملفات بتتمي بالحكومة بتتمي بها الدولة لو قلت عنويني الملفات لغاية انما اخلص الحلقة مش اخلص والله لو ملفات بس بيهتموا بقى النهاردة دولة كبيرة بحجم مصر والتحديات اللي حاولين مصر بتخلي هذه الملفات قد كده كل يوم ملفات مرة قلت زمان من 3-4 سنين في نفس المكان قلت أنه الرئيس قدامه بيشتغل في اليوم بـ 15 ساعة وعنده ملفات كل يوم بيعرض عليه وبيتابع مش أقل من مئات الملفات كلام كنت بقول وأنا يعني بالمنطق وبالعقل لو عادت أقول الرئيس النهاردة يهتم بإيه؟ إيه؟ ماذا في زهن اليوم؟ اليوم مثلا ماذا في زهن الرئيس عبدالفتاح السيسي مثلا بتكلمه في زهن الرئيس اليوم قضية صد النهضة في زهن الرئيس اليوم سير المفاوضات في صد النهضة ده ملف ايه اللي جوال ملفه بتاع السد النهضة؟ مجلس الأمنة الأمم المتحدة والتحال الافريقي والدول الصديقة والدول الشقيقة والسودان وغيره والنحل الفني ده رقم وحد شف رقم وحد بس فيها تفاصيل أده كل دي يعني الرئيس بتكلم مثلا أنا متخيل يعني سيناريو تخيل بتخيل الرئيس النهاردة بيعملي أنا بتخيله هو بيتابع وزير الري سيد المفاوضة بيتابع الأجهزة الأمنية الموجودة اللي بتتابع الموضوع الأجهزة الاستراتيجية أو غيره أجهزة إخباراتية غيره ده ملف واحد بس اللي هو سد النهضة انتصالات وتواصل مع كل الناس بيتابع الموضوع فيما خص سد النهضة بس ده الرئيس بيتابع مع وزير الري طبطين الطرع والقنوات عشان نوفر الماء بيتابع معاه عدد محطات تحليل الماء اللي وزير الري قالها قدام الرئيس بيتابعها لحظة بلحظة ده ملف ملف الماء بس اتنين الملف ليبيا الرئيس النهاردة أنا بتكلم سيناريو تخيلي ايه اللي الرئيس بيتابع بيه النهاردة ايه اللي بيحصل في ليبيا ايه اللي حصل في ليبيا مستجدات الوضع في ليبيا النهاردة مجلس الأمن كان مجتمع عشان ليبيا الرئيس بيتابع موقف كل الدول اللي بوجودة في مجلس الأمن الخمستاشر بيتابع الرئيس من خلال وزارة الخارجية من خلال الجزاء الاستخباراتية من خلال المساعدين من خلال المستشارين ايه اللي حصل في القداية الليبية بيورد رسياته وبيشوفه ده اتنين تلاتة ملف الاقتصادي البنك المركزي عنده قد ايه احتياطه البنك المركزي دخل قد ايه النهاردة خرج قد ايه سعر الدولار معدل النمو الرئيس يتابع وزارة المالية يتابع وزارة الاستثمار يتابع الاهل العمل الاستثمار يتابع وزارة تعاون الدولي كل دول عشان يشوف الحالة الاقتصادية الاسعار المخزون بتاع الوقود المخزون بتاع السلع التامونية ده ملف تاني التالت ملف اقتصادي بكل التفاصيل اللي بحكيها تعالوا الملف التالت الارهاب الارهاب بكل تفاصيله الساحل اللي مش الساحل الساحل الشمالي اللي هو المتوسط بنتابع احنا عندنا حقولنا وعندنا 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 بتابع الارهابيين اللي بتسللوا بتابع الهجرة غير الشرعية بتابع سينة بتابع المنطقة لحدود الغربية الحدود الجنوبية بتابع كل الاماكن دي مكافع الارهاب ايه اللي حصل تمن على ولادنا الجنود سواء ضباط شرطة او ضباط قوات مسلحة ده ملف تارت الرابع الارهاب بتابع امن مصر القومي امن مصر القومي عندي عندي حقول الغاز بتاحت اللي موجودة في المتوسط عندي حقول اخرى موجودة في البحر الأحمر عندي الحدود بتابع الأمن القومي حدود مصر ده ملف خامس أنا بقول ملفات يا جماعة تنفيذ المشروعات القومية المشروعات القومية اللي انت شفتوها خلاص خلصت منها معدل الانشاء في العاصمة الإدرياء والإنجاز إمتى الافتتاحات زي الرئيس ما عامل جداول زمنية الرئيس بيتابع المشروع القومي الحضاري لنقل العشوائيات إلى أماكن تليق بالناس حي الأسمرات وإسكندرية وهنا وهنا ومعدل الرئيس بيتكلم بيهتم بيهتم من الاهتمام ومن الهم هم موجود أمام الرئيس اللي هو إزاي أوفر حياة كريمة لأهلين دول اللي تناسوا على مدار سنين واسنين في أماكن لقيقة بيهم ده على في ذهن الرئيس النهاردة موسيقى